هناك تيارات متطرفة على طرفين وهناك تيارات في الوسط أما المتطرفة على الطرفين فهما التيار المدخلي والتيار الداعشي هذان تياران يعني لا يكادان يعترفان بالفضل لغيرهما ويبقى في المنتصف تيارات الجهادية ويعني هي أطيار أيضا منها المتشدل منها المعتدل وأيضا تيارات صحوة الإسلامية منها الذي يتقارب كثيرا مع بعض الثيارات الجهادية خاصة وصولهم الفكرية واحدة ويكاد من المتطرفة الثيارات العلمية التي قد تميل إلى شيء ما من القرب نحو الثيارات المدخلية وإن لم تصل إلى تطرفها في تصنيف الناس وتعامل معهم فإذا يعني هي يعني أصولها لا شك أنها غلوة كل طائفة في بعض المسائل وتضخيمها وتضخيم تضخيما كبيرا حتى يعني تخرج عما كان عليه العلماء هو الذي يجعلها تنفرد عن الأمة ببعض الأفكار والتصارات غير المدروسة يبقى الثوائف التي في المنتصف والمعتدلة فهذه يعني تتعاملها وتختارم بعضها واختلافه بينها هو مثل اختلاف بين سائر فقهاء الإسلام في الأئمة الأبعاء